جاءت غاية صلاة ذكر الله الصيام على حده يا رب يحتاج من نسيชم وش يدير بجوعنا ولكن الصيام وش يالغاية منه هي التقوى التعدد وش يالغاية منه هي علاج هذ l'افات الاجتماعية نعم هي هذيكل المرأة ليما القادش لتوكل ولادها بش ما ترعش الله حرام يجي واحد متزوج لما يقدرش يتزوج بها جال صغير نعم جام متزوج ما يقدرش يدي واحدة بولادها ما يقدرش يدي واحدة أرماله ما يقدرش يدي واحدة مطلقة فاجابش يعالج هذه الأفات الاجتماعية ولكن هو وجوده الآن أنا لا أعتقد أنه الآن زاد في الفترة الأخيرة لدرجة أنه بالعكس يعني صارت الآن المرأة مثقفة صارت تعتمد على نفسها ماشي كما بكري كانت في الأول جاهزة اجتماعيا أنه إذا تزوج عليها إذا تزوج في احتمال كبير يتزوج عليها كما اليوم في بعض المناطق في الجزائر في عمق الجزائر في سحراء الجزائر بعض المناطق اللي مرأة قبل أن تتزوج على بلا بلا حي تزوج عليها بس كنت شايفها خالدها دوز شايفها عمتها مزوج عليها دفوة شايفها إماها أصلا بابها مزوج تروفوة شايفها فهي على بالها أقبل الزواج مهيئة أقبل الزواج فنقول أنه هو ما هوش يعني حاجة جديدة موضة جديدة هو موجود مقبل ولكن حنا اللي نقشه هو الممارسات الخاطئة أو الصحيحة في هذا الزواج نعم رأي خبير المساري في حقة الأمر هو التطور ماشي الآن ولو يهدر عليه كثير هو كان يهدر عليه ولكن تطورت الأمور وتطور المجتمع وتطور مشكلة العنوسة تطورت إلى أنه وش بان ولا قضية التعدد هي نتيجة حتمية في التفكير لما يحدث أنا عارفهم اللي كان كثير من النساء راهي عانسة ما رايش من سوجة وكان كثير من الرجال ما رايش من سوجين ماش قضية النساء مارك نعم نعم نحنا كنت كل مقول وكان عدد كبير إذا كان عدد كبير يعني يعني كان عدد كبير من رجال كبالك وبالتالي المشكل وشو الله كي تسمعي كين النساء كما كنا نتكلم مقبلة كين مرأة اللي تقول لك أنا قابلة تكون دوزين فرم نعم ما عليش أنا حابة نتزوج أنا حابة ندير دار ما عليش وبالتالي باش وصل أن النساء في بعض الأحيان تقبل هذه والراجل يبدأ يشوف قضية التعدد أنا حبيت أن ندخل في واحدة النقطة اللي ما زل للآن عنا مشكل فيها هذا المشكل هذا اللي لو ما زلنا لليوم قولوه تصيب تصيب ناس يقول لك سيما نتعب اللي عم كين ستة نساء راجل واحد وين شتوها هذي تقس التنسلجو راجل واحد وين هذي الإحصائيات وين شتوهم للآن الإحصائيات التالية اللي شتها كين تقريبا واحد وخمسين نسعة وربعين بالمئة يعني ما زل كين مرأة لراجل نراجل فقط علاها دخلت في عقل وفي ذهن الرجال باللي انسا كين هيه راح خيار بارك على حسب ودحل الطب شب يا لك سي جواهر قطر هذي هي راح يدعوه راح هيه هكذا ما بطم عمره راح يدزعنا وبالتالي هذا العقلية هي اللي خلت الرجل يحسب باللي اواقع لا يتزوج واللي خلت المرأة من الجيال وخال تقول لك يا إلستي واحد غير الدين ما كيش عارف غير هو هي لا تصيبه ولا ما تصيبهش العقلية قانون الوفرة قانون الوفرة الراجل كين بالساف ومرأة يودي رمان قائر رمان رجال خلت بعض النساء اللي ممكن عندها مكانة عندها مستوى عندها يعني وظيفة عالية وطرح تتزوج وما عندوش ما قراش على بهذا العقلية رغم المستوى ورغم القراية ورغم قانون الوفرة قاسي hired Identity ن Certainly نجيب وحد أخر وشن هاد يا تension اللي؟ 1300 مشي طريقة رجلة وهو علي جبت المرأة خرجتها من دارها من بي تبابها كما قالت السيدة بن براهن بايش جبتها كانت معزة مكرمة ونقوم بتسقطين أو نجيب لك واحد اخرى هذه رجلة هذه اللي ما عيش مقبولة لكن أنا قلت كين جزء من المسؤولية اللي ننسى يفو بياش وزيغ سوماري هذا راح تعيش معه طول حياته طول حياتك ماشي هذا يا سيتو باك المشكل اللي اليوم لشواء صعب ثانيك تغير الرجل سيدة بن براهن ممكن تسفزي الرجل على أساس أنك لكن مع مرور الوقت كما قال سامير ممكن لما يطلع عليه شوية ربك يعني يطلع عليه شوية أول شي رجل ممكن العربي أول حاجة يفكر فيها لما شوية ربي كما قال في كروجية يقول لك دي جاي يقولوها في الفامي ذو كي عاود زواج خارفي عليه عاود زواج المرأة لما تحوزت الزوج لازم تعرف شكونة رايحة تزوج بيمنحة تزوج ماشي على خطر جارتها الزوجة لازم هي بيمنحة تزوج بيش بيش صح بخفوة نهار كاملو هو من جهة الجهة وهذا اللي من جهة وجهة عيني موش عادي في مكتوبه راو نهار كاملو هو كوميني سوي غلاسات أتغطي أغوش هو عيني في مكتوبه ذلك يا حاوزي عمر لا هذيك حاجة أخرى هو عنده عين في جهة وعين في جهة وعين في جهة وعاد أخرى وحده في النويدر والاخرى في السويدر والاخرى في قويدر هاي المحناوين لا دو زيافة لا دو زيافة بميت السنة في قويدر وكل بخوبلان فو بياسو مغيية هذا مايش حاجة أنتع لعب ماشي نزوجوا اليوم ونتلقوا غدوة أنا ينفضل طفلة تقعد في دار باباها يا ربي تتفرشيب بكل كرامة ولا تروح اليوم ذالي ذاتها وغدوات احنا عنا في الاجلسيس واحد المثال نضحكوا به يقول لك في الصيف القاطو وفي الشتر بقاطو لا لا خلونا تراكم ما تجوش لنا ديروا القاطو وعرفوا كيف يشتعجوا لا ذي يا دوني با البتت شوز الأستاذ راهو هو عرف خير من المياه ما جو سويسي نباتيغ اختيار اختيار شوف ما كان حتى واحد اللي عمر لي عيني لا كبير ولا صغير عندي حبي للوطن حبي الديني حبي المالية يا بلوت بلات زبونك خلاص يا بلوت بلات زبونك خلاص 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 المشكل الكبير دورك المرأة من اللي كانت صغيرة لازم لك تزوجي والديري دراري وكذا وكذا ما تقول لاش امها ولا بابا لازم لك تقرأي لازم لك تتقفي لازم لك تخدمي لازم لك تسعدي بلادك ما يقولوها لاش ولكن زواج اللي كوندسيوني اللي برمي اللي اللي يتحكي لها يقولها جو تأم تقول لي الزواج اللي لازم تفتير تعام عندالكم ناس زمان غلطوا لقالوا هاد الكلام لا ودرك الطفلة تقولها قعدية توقف انا شوف الميلفات البخ منا بورتوكي يمها تزقائلها بابها يزقائلها تقولوا هذا هو اللي نخطو يا بنتي يرد ديبالك ما شيمليح ما هو شمتاعنام لتصيبها امو عبري في درا بابها يصيطو كاتاستروف بسكو من بعت تتخل في سوف نرى الناس سطيف هذا صبر أعراء فقط ناس سطيف صيفية اللي رحنا ليوم كاميرا للعائلة اللي أكيد جغلت في مدينة سطيف الهضاب العليا لنحيوهم كامل شوفوهم واش قالوا في هذا الموضوع لفت انتباهي فقط أنه مروان لما كان في سطيف قال لي شخص واحد برقى اللي متقدم في السن شيخ قال لي كبير قال لي رحت له وقلت له انت معه تعاود زواجه قال لي أخطي لنا وحده وما قدرتش عليها قال لي بوحد الطريقة كان على أعصابه جدا لكن وحده وما قدرتش عليها كيف يقولوا هذا الكلام بالزاف وكيف ياخده على أساس أنه لعبا بعد يدخل في مشاكل كبيرة كيف لا يعرفش قيمة الشروط الموجودة الموضوعة في هذا الموضوع وكين وكين نشوفوا الناس طيب وشقلوا ونعود الرجوع لبلاتو مشاهدينا وكل إنسان كل واحد ومكانياته همتا وكل إنسان كما نقول بخير علي لا بس يقدر يزويت بزويت وخير طوال إنسان إنسان وحسن بحير بزويت أساس اردو وصنا زوجه بربعة لي اخترناه فعندي واحدة فريدة ويعني عدد الزوجات تكرز زوجات هذالك يقدر يعدلهم الرسول الله يسلم يعني زوج بعدد زوجات لكن العدل هو العدل لكن واحدة فيها فقط واني شوفيها زي بوكو انا رأيت زوجين مرقبش انا كل دولة الجنسات ما يكونوا مشاكل يبقى كل واحد ونظرت لهذا الموضوع ونظرت لهذا الجانب من الحياة سامر استعليقك على وش عالك؟ وقلت لهما نغطي وجهكم كانت ببالك تصريحة تعدد خلا اكيد ما تخافوش كأنا خايفين هي الحقيقة يعني وش كنت تقول سيدة بن ضرع مصحير زوج ماشي لعبة فيه تفكير لكن نعود للحالة اللي قتلت هنا في البداية ماشي كانت هذه عندها شحال وهو ما يتعارفه نعم وينت الأمر هذا نقال في البداية لو كانت تليها شهر ولا شهرين من قبل ما كانش عندها التفكير هذا ما قال الهاج وبالتالي أرغم أن ممكن هي بالنسبة لها كانت فكرت وكانت قعدت وهضرت معاه وبدأوا يبني وديره يعني على حسابه شفهانت ماشي شهر ولا شهرين من يتعارفه لا لا كيف كيف يعني كان سنوات هل سنوات كفات؟ ما كفاتش رغم أن كان فيه تفكير كانت ضمن عدة حالات وبالتالي صعب أن نقوله رغم أن الإنسان يفكر ويوزن ولكن تقدر تكون أمور تخرج هكذا يا في آخر المطار اللي تغير كل الحسابات وتقلب كل الحسابات صعب ما روش بهذه المبساطة وهذه السهولة عن قول نفكر ونوزن فكر ووزن وتوكل على الله لخطف حقت الأمر صعب أنك تضمن أي شيء ما كاش حاجة مضمونة كان فقط نتفهمه على لاتجاه الوريونتاشون جنرال اللي تخلي هادك السواج يكون باليز يكون موجود ولكن أنني هذا الضبطه نقطة نقطة صعب جدا يا ليت ولكن صعب جدا ولكن صعب جدا الجواج صار له كي الموت سي اكزاكت مالا مين شوز تعرف وين تتزيد ولكن ما تعرفش وين تموت وين تموت أمر الله الزواج تعرف وين تتزوج لأن هذا أرس وكاعد وين تموت وين تموت أمرك ما تعرف وين تم تتزوج لذا أجل أن الإنسان لما يتزوج من أطلاق لي هو كي الموت لي ما تقدرش تعرف بلاصت هم مزوجي طلاق 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 بكتر شتر ولكن الاطلاق لا تستطيع تعرف. لذلك الانسان يجب أن يقول في رأيه وفي رأسه باللي زوجت. نحاول نحافظ على داري. نحافظ على زوجي. نحافظ على عائلتي. باش ميروح شو يخزر ايوغ. ما يحوش ايوغ. الشي اللي يراه خاصه. أنا نعطيه الروف الدار. تأتي بحاجاتة عيوغ. لقد فكرت واحد المرة عدله كوفغ. قلت لسبرجي شعري غوز. فقدنا اخلقتنا كيف شعرها غوز. لا يدي ديفيكلتي على شعرها غوز. لا 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 اريد غوز. نحو ديغوز لغوز. داروها خرج بغم. خرج بغم لي غوز. مرة كبيرة سيتم. بسير. وبعد قلنا لابس حليه. أحبتي تسبغي غوز. قلت لي راجلي قلي. وهذا رجل كيف حتى يدخل روحه حتى في شعره. في شعر قتل الرجل يخدم دنسان بساطة. ويأي سكرتير الدنبيا عندها هذيك الكولور. إلا تنبي أموره دلا كولور. ولا بتاتر دلا سكرتير. سحشوف هذك الرجل انا صارف به. مجلو لي تيغ مان شابوه باعترد دستان. جال الدار قال المرتو السبري كيمه هي. باش كي يشوف مرتو. بلا كي يشوف هذيك. ولا كي يشوف هذيك فلا ربما يشوف مرتو. إلا بامين الدانجير دان سا ميزو. مدالش الخطورة في دارو. ما قالهش انتي متفهمي ولا متعرفيش. شوفي واحد اخرى خير منك عنده شعرها غوز. اسبغ كيمه سبغت. ونشوفك. كيمه كنت نشوف الاخرى يعني. اذيك غيار بلوز اموغه. أبا جستمو نوقف عند هذي النقطة. ومدرح سؤال شامير لانه كتير من المشاهدات. توقفوا عند هذي النقاط. دوكل الان ممكن هذي القضية تبقى دايما قضية. نحلو فيها ولا نحرمو فيها. قضية واضحة في الدين الإسلامي. لكن شروطها واضحة كذلك. وتعاليمها واضحة. لكن هل يجب على المرأة اليوم المرأة الجزائرية. اللي أصبحت كما قالت واحدة. أنه أصبحت مهددة. أنه لازم نعص روحي. لازم أنا نكون لفام بخفت. لفام ما نمرتش. ما نعيش. ما نصبغ روز. ما نصبغ روز. لازم نقول بردي نصبغ روز. أو لا فيولي. أو لا. ما يضي شعري. ما نصبغ روز. أو لا. ما نعليه. لا. 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 لا تلقى. هذه أنانية الرجل. هذه يجعل المرأة مسكينها. الجزائرية نونسل مو هي مكافحة. وهذا لازم نقوله. قالنا في القطر العربي. يعترفوا على أن المرأة الجزائرية خادمة أكثر من ما هي زوجة. يعني هي مكافحة. أليس سيدة سيغي كل شيء. يعني تضمن كل شيء. تضمن الدار. وداخل الدار. وبره الدار. وبره الدار. يعني. دير كل شيء. لا بره وداخل. وتاني لازم يعني تقوم. ما تخليش مجالها مستحيل. وعيشها بخوف يتزوج عليها. بخوف يتزوج عليها. لازم تروح وتصبغ شعرها غوز. صح. أولا كان حاجة جاوزناها. نقول هون نعود رجع لسؤالك. هي الناس تتساءل تقول يعني التعدد كيفش الأحكام بتاعه. ونقول لك التعدد كما هو كما زواج. زواج باللولة والتانية والتالتة والرابعة كيف كيف. أول حاجة يشترطوا فيه الباقة. من استطاع منكم الباقة فليتزوج. باللولة. ولا من استطاع الباقة فليتزوج بالتانية. حنا شفنا واحد المواطن قال الإمكانيات. يعني الناس دوك يتفكر باللولة والتزوج بالتانية هو عبارة عن الماديات. فلان مرفع عنده تزوج تانية. فلان مرفع عنده يسنح تانير يتكون عنده. يسنح تانير يتكون عنده. يسنح تانير. هذا مجرد. معنى الباقة. خلينا نفهم أنه الباقة ماشي الإمكانيات المادية. الباقة هي الإمكانيات النفسية والإمكانيات الاجتماعية والإمكانيات العاطفية. يعني قادر يزيد يحب مرة واحدة أخرى. وقادر يفتح بيت واحدة أخر. وقادر يحل مشاكل زوجنسة. يعني عنده هو جاهز نفسيا اجتماعيا عقليا بش يدير هذه الأسرة الكبيرة اللي فيها زوجنسة. هذه لازم نفهمها مليح. والحاجة الثانية أنه تعدد دور عليه الأحكام الخمسة في الشريعة الإسلامية. يعني كان بعض الناس تعدد بنسبة ليهم واجب. شكون هما؟ تقول نعطيك الشرط. شكون هما هذا الناس اللي لازم يعدد لازم يزوج بالدوزيام. هذا إنسان مزوج باللولة. صح؟ ليس هارض من مشاكل. ولكن اللولة مكفاتوش. يعني إما من حيث الاستمتاع أو من حيث العلاقة الزوجية. مكفاتوش اللولة. وخايف على نفسه يوقع في الأحرام. وتأكد له أنه لو كان ما يزوج راح يروح للأحرام. هذا واجب عليه يتزوج بالتانية. هذا الحالة اللي قالتها شريعة. كان اللي مستحب يتزوج بالتانية وقتاش. أنه هو متزوج باللولة. ما عنده مشاكل معها. يعني بيته اللولة كافية بكل شيء. مادياً معنوياً نفسياً حب مشاعر. ولكن أيضاً خايف على نفسه الأحرام. ولكن ما تأكدش أنه يوقع في الأحرام. بارك وبارك يحكم نفسه. هذا الزواج ليه مستحب. كان اللي يزوج له مباح. أنه كافي بيته اللول. وما وش خايف على نفسه الحرام. مباح. هو يختار. كان اللي يزوج بالنسبة له مكروه. ما وش خايف على نفسه الحرام. وبيته اللول دي جا موش كافيه. وكان اللي يزوج تعدد بالنسبة له حرام. لو كان يعدد يأثم. يقول لي كأنه دار معصية. ليس كأنه يفتح دار حجم لها. يقول لي كأنه دار معصية. ويكون عنده سيئات على هذا الشي اللي يداره. علاش لأنه هو ما عندهش الباقة. لا نفسياً لا اجتماعياً لا عقلياً. مستعد بش يفتح بيت. فافتح الدوزيام وضمر الأول والثاني. وضمر الأول والثاني والأول. وضمر الأمر الأول والثانية. نرجع الآن لموضوعنا. موضوعنا هو الكلام اللي قالته السيدة. أنا شفته من جهة وحدة أخرى. هي شفته من جهة ونحترم الرأي ديالها. شفته أنه هذا الراجل شف وحده سبغى الروز. جل المرته قالت سبغى الروز. ومن بعد هذا الراجل شف وحده ممثلة. عنده وحده لاطاية. جل المرته قال لازم نديرها ذلك لاطاية. وشف وحده ما بيش طويلة. قال المرته لازم تطوالي. بسع مرته متخذش زي طوال. تبقي صبات طالون. لا 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 لازم تكون هكذا طويلة بلا طالون. صحي لا طاحته وتكسرت اللي حصل بها في السبيطة. هذا الشي اللي يخلى بزاف نسا. عاودي يزوج. عاودي يزوج. هذا الشي اللي يخلى بزاف نسا. تخاطر بحيتها. وتخاطر بصحتها. وتدير عملية تجميلية كثيرة. باش توصل للصورة الذهنية اللي يشايفها رجلها. فينال مو ما توصلش. بعد ما كملت ودرت كل شي. عاودي يديروا واحد العملية تحتي يكسروا ضلوع تحهم. باش يديروا واحد لا طاية تكسروا ضلوع تحها. باش دير باش تنحت الجسم تحها نحتا. باش يا ربي تردي هذا الرجل. وعلش انت ربي خلقك باش تردي هذا الرجل. هذه هي حياتك انت. قاعدة اليوم نصبغلك روز واليوم أحمر. هذه هي حياتك. أبدا. احنا نقوله الزواج ماشي هكذا. الزواج مهوش هو السعادة كامل. هذا اللي سيعالجنا كل مشاكل تعدد. لو كان نفهمه هاد القضية برك. انت هتتزوجي الان. كاين احتمال انه زوجك يتزوج عليك كاين احتمال. طيب انت وش هتكون حالتك مراها. انت لازم من البداية اصلا مما تزوج عليك. من البداية الزواج و اوبسون زيادة في حياتك. ماش هي هو سعادتك. انت لازم تكوني سعيدة بمع نفسك وحدك. وحدك تكوني سعيدة. عندك انجازاتك. عندك هواياتك. عندك ميولاتك. عندك اشياء اللي تحبيهم انت. انت خدمي نفسك بنفسك. ابني بسعادتك. زوجك كاين او ما كاش. حاجة زيادة هو. بلوس امواء. زيادة فيك. اما اذا كان زوجك وتزوج بالتانية. بش ما تكونش عندك مشاكل. انت علش عايشت له له. تعلمي تعيش نفسك. نهار المرة تعيش نفسها. يتزوج بالتانية يتزوج بالتالتة يدير مشاكل. يحاوزها. هي عايش نفسها. ميأثرش عليها. بس هي كانت سعيدة قبل ما تزوج. مشكلتنا انه تلقى المراقبة المتزوج سعيدة لبس بها. بس كالله تدير بزاف حوايج باش تساعد نفسها. تاكل على نفسها. نعم. وتساعد نفسها. عندها هواياتها. ميولاتها. انجازاتها. شخصيتها. محطار ما نفسها تخدمت صرف على روحها. تشري حاجة لتحبها. نهارت زوجت دارت كامل بوز لحياتها. حبست كل شيء. قالت الحمده. وجه الراجل يساعدني. بعدها دراجل الوقتية. هل تزوج عليها؟ بعدها تعيش المرض. تعيش المرض. تعيش الخوف. جيتني مره مره مره. قلت لنا ما هيش نقدر نرقد. خايفة زوجية تزوج عليها. قلت لها تزوج. اي لا لا. قال لك هل تزوج. لا لا. كاش ما شوفتي حاجة. لا لا بسح خايفة. بسك بزاف اللي تزوج علي وانا خايفة. قلت لها أموة. أموة فكري بعقلك. أموة ديري الإيكونومي وحافظة على دموعك. نهاري تزوج عليك. نهاري تزوج عليك. نهاري تزوج عليك. ما تلقايش بش تبكي. صح. ما تلقايش عكس رفتيهم ضكها. وهي عايشة في فكرة لاعقلانية. الأخطار والمخاوف أمور تستدعي الاهتمام والانشغال الدائم. تلقاها فقدة متعة اللحظة. اليوم رهي وحدها عند راجلها. مايش قادرة تسعد. مايش بخايفة من خوف مستقبلي. هذا كل الخوف وهمي. مايش. وهذا اللي يدخل عند بزاف نساء. تولي زوجها ومعاها. ولادها ومعاها. فرحانين ويتضحكوا. ويتفكر وحدها. ولو كان يتزوج علي. وش ندير. كنتي عايشة بلا به. ما تحتاجيش راجل باش تعيش انتي. ما تحتاجيش راجل. يعني يا ربي خلقنا كل واحد عنده ساعات تلداخل. مايحتاج لاخر باش يعيش معه. أنا أقول لحياة زوجية كالقطار. ترى. ركبت انتي في الترى. لقيتها دراجل راكب في الترى. قعدتوا في كرسي واحد يساعدوا. بالمرحلة اللي كواعيشين فيها. كين محطة يحبط هو تحبطي انتي ربي عالم. فواحد المحطة طلعوا دراري معاكم. فواحد المحطة طلعت مرة واحدة اخرى. ركبت معاكم. نحطوها. ما نحطوهاش. ما نحطوهاش. لازم احنا نكونوا ساعدين متعة اللحظة. متعة اللحظة. نعم. لو كل المرأة. تعرف كيفاش تسعد نفسها بنفسها. وتعرف بلي الزواج وحاجة زيادة في حيتها. ماشي هو السعادة كسعادة. وما تبني شخصيتها على زوجها. تبني شخصيتها على نفسها. لانه بلا زواج. بلا تعدد. هاو زوجك حي اليوم غدوك يموت. صح. تنتحري. ولا تكمل لحيات. قاتلين تدفنوا بيدي ولا يتزوج عليها. أنا أقول هذا حب مرضي وليس حب صحيح. هذا حب مرضي. وهذا كذلك. وكان نقطة واحدة أخرى تأثروها كذلك. المشاهدين يقولون على أنه حتى الرجل الجزائري. حتى الرجل العربي تحت على الجزائري. حتى الرجل يعني الرجل كفكرة عامة. يقول لك إذا حبي تزوج. يعني خلينا نقعده في العائلة الجزائري وفي المجتمعنا. إذا حبي تزوج جنرال مو يتزوج ذكارة. يعني شخص الانتقام. يتزوج بشكل راه لحياتها. يتزوج بش ينقس لها من قيمتها. يتزوج بش يعفسها. يتزوج الاعتبارات السلبية كثيرة وكثيرة جدا. هذا الشيء اللي ممكن خلق هذا الهوس وهذا المرض اللي كان يحكي عليه وستتسمره. هذه عند المرأة الجزائرية. لأنه في لحظة ملاحظات ممكن تقتنع مع المسك تقولوا روح تزوج. إذا قادر روح تزوج يعني. ممكن. والله الحكاية نقولك سبحاني. أنا ممكن نقولها إذا قادر أنت روح تزوج. نقولك حاجة والله الحكاية يعني. لو كانت تفكر يا بمنطقة وتفكر في نفسها. نعم. كان عندها زوج. ياك كان يجي كل يوم ديرها تيلي كوموند فييدو. ولا يجيها يوم يوم ما يجيها. شي يوم ترتع تخدم نفسها. كانت تقول يوم كتيري كوموند فييدو. أمه لا تيوم بيوم كتيري كوموند. سامير قاتلك اسمعتها وش قاتلك؟ قاتلك أنت ما عاتتها عدد الزوجات. وفقا للإسلام. كيف اسم؟ وفقا للإسلام. يعني نهارة عندها دي ونهارة عندها دي. قلت لك حاجة. أنا مقدش أقول لك معا. بسكا لاش نخاف واحد الآية تنطبق عليها. لي ما تقولون ما لا تفعلون. بسكا لنا مدرتهاش ومندرهاش. أنا مدرتهاش ومندرهاش. أخي قال مدرتهاش ومندرهاش. ومتورطين ماش سامير مع الزوجك الكريم. الله يخلبي. شوف يقول لك حاجة. أنا ما يجينيش بركي تلق عدي. لا لا لا. شوف يقول لك حاجة. أنا زوجتي بش قتلها. قلت لك نلقى واحدة تيب هكذا كيمانتي خلقها. بلاك نفكر معا. جميل. 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 شوف المرأة قادت عندها. هم في زوج. هم في زوج. هم في زوج. الرجل هذا. إذا كانت المرأة مثلا في الدار. هم يخرج. هم يشوف هذا زين. وهذا خبال. وهذا في الزنقاء. يأتي للدار. يصيبها مع راسها. يصيب هذا يلاحب بقارس مننا. وحب بقارس مننا. إذا لماذا تتلهاش القهوة. يصيب ديك الدار. مخرب سافيل على عافل. بكس كيف بولاك يلفاس. أو يعود يخرج. يدخل يعود يخرج. سعدو كمامية. شوف تاني. هاي مسلسل تركيا راح مسلسل تركيجا. على بالي شوف. على بالي. هذاك مهند اللي خلال بيوت. على بالك عدد الطلاق شح الكبر في الجزائر. لما كان هذاك مهند. أكيد أكيد. لا درامة تركيا كان عندها تأثير سلبي جدا. ترن على العائلة الجزائرية. العائلة العربية ككل يعني. يجب أن يفهم. بل هاد المرأة راي تخسله. و راي تولد له. و راي تطيب له. و راي يرف الدردار. و راي بربيه الدراري. وتخدم بالراب. هاي. هذه مهيش حاجة سهلة. و شريعة لم تأمرها بذلك. و شريعة لم تأمرها بذلك. نعم. يعني محبة خاطر. محبة خاطر. باش تفرح و باش ترديه. لازم هو كذلك يفهم بل هاد المرأة. سيبا زيني اسكلاف. لازم يعطي لها حقها. و هي كذلك. سفر بالبور سو ماري. سيطرح للعس. اي طاحت في الخطأ سيدة بن براهم. انا خلاص واللي تلميذة على الأستاذ سامن. داري طاحت في خطأ كبير جدا. قالت اي سفر بالبور سو ماري. نعم. أستاذ سامير قالنا في الدورتك وليا دايما. لازم نفسي. ماذا بن براهم تراكي جميلة جدا. ثابتين براهم لأستاذ سامن جدا. اوه يا دايما انه مروف عليك ثابتين من الهيبارك. مثل هذه عندما قمت براهم. لا يوجد حقا بالتأم فرجاء. سيطرح لك. شعور براهم تراكم. سيطرح أنا لن حديث سيطرح ولانك أراد كان مهم جدا. سيطرح لن كون من المرأة أعطيه سيطرح لنصرحت. سيطرح لنصر وليا دايما دايما أقعب براهم. على حقيبة سنجل لديك توجد كثيراً لديك ميلاً وديك جيك رائعة جماليًا وديك يمكنه أن يكون معي بحضورها وجمال تبادي من حيالك جمالي دينه أقول لديك يطلبق سيارة سيطلبق إذن أو أعقل إلى التعالى عندما يذهب إلى المدير فهذا الشيخ مظهر ويقول لك أنه يحبك لديك أنه جداً ويؤثر ويقول لديك التعالي يتعلم كذلك. هذا كلهم في نغوسيكلاج. كلهم. كنت تدخل من تصيب له تديرلو هاداك برد رجلسوا لك شي قولولو هاداك النوار اللي يديروا عند الموت هاداك اللي يريح الشباب. تديرولو في شوية ما تخطولو عند مقدام طابلة ديال. وإلي كوان طالقوا لك ألفان يفوق بغموها. بإلا كان يجي الصيب هاد حك في راسها وتشوف الفيوتا وتقولوا هاهم الرجال شوفوا جدار لها. هو بالصباح للليل المسكين. هو يخبط. باش يجيب لهاديك القفة ويمكنها يجي تقولوا شويةك محند. محل شباب. ويش دار المرتو. هذا المليح. يعني الوهم هو المليح. والحقيقة تهرب منها. إبا هذا محند يروح المهند بنتاعه. وإحنا ينسحقه محمد يدخل دار راجل ياربك يسعل. هاوجا باباكم. هاوجا الراجل. سقمر وحكم. سلمو لباباكم. لا. والحديث لنا ولو هنالج يعلن يدخلق لحكم. سأبقا هذا المعرض. سأبقى لحكم. في امرق القدل من فائل يزوجق. سيطرح منه. هاوجا باباكم. يتبقى باباكم. سيطرح لحكم. لكن مع الشيخ. هو يتجعي يال هي تنتدرو في الدار يتسلمو يقصرو كما يتتاجوني سيسي سيلا يدكوشتون يشوفوهم يفرخو بيهم ويسي كمسا كون إدوك لأن اليوم الطفل صغير بينك عندو 15-20 عام يقول لك أنا بيرزوجو ثلاثة على خاطر شيف بابه يقول هذا الكلام. شيف يميه متعتابرش خلاص هذاك الشيخ أم لا يزوجوني نحن مالتكات يحقرون رجالة هذا يجب ان نتربى على المحبة على الاحترام انا جميسو بيامي جران باران ما يقول هاش يافلانا سيدي او لالا بقيت هذيك الصورة في حقيقة هذيك كما يقولوا قيمة جنهي باتخوفي دماري جنهي باشرشي على كل حال مي جنباس باتخوفي النوم كي ما كانوا جدودنا كانوا يجو بالقيمة بالقدر يجيب لها الحاجة مصدنا الحلوة هذيك يديرها في المكتوب كي يدخل البيت ويطيها العجوستو درك حصره يجيب لها هذي والله والو يجيب لها حلوة هذي إذا معلو كان يجيب لها حلوة ويدلاث مكتوبه وما يخنمش عابدي تزوج المشكل إلي جبل الحلوة وخلها في مكتوبه ومبعد طرحية لهذاك الفيزتا وتصيب الحلوة وما تنسى مطاولها تقول الحلوة هذي ليمن بس إنا واش تيجيب لها لا تتوسو الساعة لازم مننا دخل أمر بطريقة واحد أخرى ينطر فاسد يقول للمرطة وين حبك تقول له من عندما نسمعتها بش عاو التالي كان لك هذا يعني يتخل عرفين عاوي كان يقول لك واحد المثل يقول لك المرأة كي تقول لها نحبك يقول لها أنا ثانيك وإلا قاتله هو قال لها نحبك تقول له وعلاه واش تحب فيها واش تحب فيها واش تحب فيها واش تحب فيها هنا يعني وش ينقل كل وجهات ناظر كل صحيحة كاين كل شو ينقل صحيح وبالتالي هنا ما كانش أراي تعم ايه ولا لا لا صحيح ولا خطأ كاين دي كمبورتمان كاين السلوك لازم نتعلمو نتعاملو مع الظروف كيف هنعالجوها صحيح مرة تقدر تكون عندها مشاكيل مع راجلها ماشي الأمر الأول الروح قبالا نخمم ولا تخمم مالاتي عندنا مشاكيل لكي تزوبو جعلية لا لا كيف هنحل كيف هندير باش هذك المشكل نستغلو باش نعاود دم دورو باش يقول لي عيوض أننا نبقع ومتعاديين هذك المشكل